اليوم عزيز دوغاز لأول مرة في التصفية التأهيلية من دورة رولان جاروس وفي أول مباراة له في رولان جاروس ارباح وتعدى للدوزيام توردو كاليفيكاسيون مبروك لعزيز دوغاز بش نحكي لكم اليوم على الطرح من عزيز دوغاز برافو ليه نقلع الطرح بالجرينتا لكن قبل ما نبدأ نحكي على عزيز نحب حط ونكتب لكم الجملة هذية هي والتصوير تحلنا بعد كارتاغو إيست آيترنا باللغة اللاتينية تعني كارتاج إي تيترنال ردا على اللي قال كارتاغو إيست ديليندا باي نرجع لعزيز دوغاز ونشوفوا بالضبط كيفاش ربح برافو ليه عزيز ليوم والله برافو ليه خطر بش نبدأ من الأخر راهو في الطرح منطع اليوم عزيز دوغاز في الترواز يامسات وقت اللي هما مجموعة بمجموعة خسر إرساله من الأول وتأخر تروازا بعد كدو بعد 5 ترواز يعني كان متأخر في النتيجة ب5 ترواز صحيح الإرسال عنده أما متأخر نتيجة ب5 ترواز يعني أي خطأ يعملو مشا فيه أولا في إرساله ثم في الإرسال متاع المنافسة متاعه جاكي يعني لو كان ما يكسرش إرسال جاكي في الشوط الموالي يلقى روح وخسر الطرح وحاجة أخرى اليوم الجمهور مركوك الفرنساوي باب 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 وش يمرش احرف من عم ناول صدقوني تفرجت أنا الحقيقة متفرجت في الماتش كاملة متفرجت في أين بارتية منه وسجلت البرتية الأخرى في ريمون الجزء اللي تفرجت فيه بشكل مباشر الطرح كارثة 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 هيك الجمهور متاعهم ماشي في بالهم في ستاد متاع كورة ولا ونعرشينا وانفان نرجع العزيز وشنين اللي صار كما قلت لكم كان متأخر 5-3 رباح الارسال متاعه ولا 5-4 في الوقت اللي يزمي رجع فيه رجع في ريمون في الشوط الموالي ووصلت رزولتات 15-40 الارسال كما قلت عند الفرنساوي ورباح الشوط الذك ورجعه 5-5 وهنا توقف الماتش توقفها ديما مبروك علينا احنا معروفة بعد التوقف على خاطر تعرفش صار لدو جو ربحهم دوغاز اولا ارباح الارسال متاعه وتقدم 6-5 ثم عاود كسر الارسال متاعه الفرنساوي ورباح الطرح في السادة الثالثة نتيجة 7-5 برافو عزيز دوغاز خصوصا كما قلت ما عندوش اكسبريانس في دورة رونغاروس اول مرة يلعب في التصفية التأهيلية يرى في رونغاروس ديجار في بريود الاخرة لعب ارباح منهم زوز وزوز وصل للفينال وفي دورة تونس خسر من الأول واو مش من الأول يعني من أول ماتش ما موصلش في ريمون الأدوار متقدمة ياسر فرصة في في اللعب في الأدوار في التصفيات رونه في ريمون برجوستاس في اخر وقت تمكننا بش يضمن بطاقة التأهيل للتصفية هذو ما التصفية هذو ما رون فيهم 3 ماتش هذين الماتش اللول فيهم مازال عندو ماتش ثاني وثالث بش يدخل انسويت للتابلو برانسيبال و للقرعة من تاع التابلو برانسيبال ليوزره ليوصلوا للدور التأهيلي ثالث ويربحوا في الدور التأهيلي ثالث بطاقة ويدخلوا في التابلو برانسيبال والبعض منهم يقعدوا إذا نسحب واحد قبل ما ينتلق تورنواء إذا نسحب واحد من تابلو برانسيبال قبل ما ينتلق تورنواء ثم فرصة بش يكون واحد من الخاسرين في تروازين تور ويدخل للتابلو برانسيبال سارت برشا مرد و لاحنا دونك مرة أخرى نقول له برافو للعزيز دوغاز إن شاء الله حظ موفق في قية التورنواء السناء عنا عنا برشا يمثلون في الدورة هذية عنا أنت جابر عزيز دوغاز حتى في الزوجي عنا في الزوجي سكندر المنصوري بشي شارك في الزوجي في التبرو برانسيبال بشي كون إن شاء الله بالتوفيق الجميع ممثلي التنس التونسي في دورة رولونغاراس نحب نذكر باكر يا نديجة حبت الحلقة الثانية من أونس جابر في رولونغاراس حلقة اليوم حكيت فيها على وذكرت فيها البركور متاع أونس جابر في دورة رولونغاراس 2023 ووصولها للدور الربع النهائي إن شاء الله غدوة بش نحكي على موضوع يخص بتبع أونس جابر موضوع ما ترقلوش برشا البركور متاحها في جينيور البركور الكلة أكيد هي أهم حاجة عملتها وقت اللي كانت جينيور هي حصولها على دورة رولونغاراس 2011 وعندها زادة فينال 2010 لكن أنا بش نحكي على البركور كامل متاحها في جينيور من عام 2007 حتيش قوت 2012 من 2007 2012 هذيك البريود اللي كانت فيها في الجينيور بش نحكي على البريود اللي لعبت فيها وهي في الجينيور بش نهبط بعض اللقطات من دومي فينال والفينال اللي لعبته وفي دورة رولونغاراس 2011 وقت اللي تحصلت على اللقاء ألا أهداك كالعدمتها ساوش عادة لايك على الفيديو ونشيروه لحبابنا واصحابنا ونفعل وزر التنبيهات بش يوصلنا كل جديد كنت معاكم مورد بالحجم من تونس إلى اللقاء اشتركوا في القناة